برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي وإشراف رئيس جامعة النهرين الأستاذ الدكتور علي عبدالعزيز الشاوي ورئيس الجامعة المستنصرية الأستاذ الدكتور حميد فاضل التميبي تقيم كلية الحقوق القسم العام ومركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية قسم دراسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان المؤتمر العلمي الثالث عشر والموسومة الإصلاح التشريعي وآفاق التجديد والابتكار اليوم المؤتمر هو مؤتمر على درجة عالية من الأهمية كلية القانون جامعة النهرين بالتعاون مع مركز المستنصرية الدراسات العربية والدولية أحسن في اختيار موضوع يتعلق بحاجة ملحة ربما تعترض طريقنا في عملنا في مؤسسات دولة وهي الحاجة إلى إصلاح في القوانين والتشريعات التي تتعلق بتنظيم مجالات الحياة المختلفة اليوم أحسن اختيار هذا العنوان وأيضا كان هناك ميزة أخرى تتمثل بمشاركة عربية وهذا يعطينا مجال للاستفادة من تجارب الدول الأخرى وهذا بكل أحوال من حسنات هذا المؤتمر أتمنى التوفيق والنجاح للجميع بأن يخرج هذا المؤتمر بصورة أمثل وأيضا التوفيق لجامعة النهرين العزيزة في مسيرة العلمية حقيقة الموضوع جدا مهم ويعكس أهمية هذه المرحلة بخصوص التحديثات والتشريعات القانونية التعاون الحقيقة مثمر إن شاء الله بين الجامعتين وإن شاء الله تكون التوصيات بمستوى هذا المؤتمر تمنياتنا إن شاء الله للباحثين المشاركين بالأوراق البحثية التوفيق وإن شاء الله تكون المقررات والتوصيات على أهمية وتستعين بها دوائر الدولة في تطبيقها إن شاء الله مستقبلا ويهدف المؤتمر إلى معرفة أسباب قصور التشريعات وغياب السياسة التشريعية وعدم احترام التراتبية في سن التشريعات ذن عملية الإصلاح التشريعي لا تستجيب للتطورات الحياة ولا تتلاءم مع حاجة الناس ما لم تنطلق من تقويم مسلك المشرأ الحالي وقياس قدرة الآليات القانونية الموجودة وبيان مدى نجاحها في تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها وتمحيص ما مرت به القوانين النافذة من تطورات وتعديلات بالإضافة إلى ضرورة مواكبة التطور في الظواهر الاجتماعية التي يعالجها المشرأ والدراسة ما يطرأ من تحولات على الصعيدين المحلي والدولي في هذا اليوم المبارك شاركت الجامعة المستنصرية مع كلية الحقوق في جامعة النهرين في موضوع مهم يتعلق بالأصلاحات التشريعية الواجب القيام بها من قبل السلطة التشريعية ذلك لأن التشريع لا يمكن أن يؤدي دوره الأساسي ما لم يكن هذا التشريع مواكبا للتطورات الحضارية والحاجات الملحة للإنسان في المؤتمر شارك عدة باحثون قسم من هذا الباحثون هم من خارج العراق من مصر ومن تونس ومن المغرب وأيضا مختلف الباحثين من كليات القانون والكليات الأخرى الساندة ذات العلاقة والتي لها أثر مباشر على الحياة الخاصة للإنسان لذلك سوف تكون هذه المخرجات لهذا المؤتمر إن شاء الله هي بوابة لعادة النظر ببعض التشريعات التي قد تكون قد عرقلت سير عمل الحياة الاقتصادية وكذلك التشريعات الأخرى التي لو لاها سوف لن تكون هناك مسيرة لتطور في العراق ندعو جميع الباحثين إلى الاستمرار في هذا الجهد العلمي المتميز خدمة لعراقنا العزيز وشاركت العديد من البحوث من داخل العراق وخارجه وعلى مدى يومين في جامعة النهرين والجامعة المستنصرية وكانت بالعديد من المحاورة والتي جاء أولها في نطاق التشريعات الدستورية وثانيها في نطاق التشريعات الإدارية أما الثالث فكان في نطاق التشريعات الجنائية والمحور الرابع والأخير في نطاق التشريعات المدنية مرغازي جامعة النهرين